خديجة وسعيدة يعانيان من سرطان الدم وضعية الطفلان تصعب من يوميات أسرهما ذلك بسبب عناء التنقل لولاية وهران قصد العلاج نظرا لغياب مركز خاص بولاية سعيدة ورانا نمشي الوهران قاضية نغبينه قاضية الركبة الركبة مكانش وغطرة تكير روحه ثم يكون إجراءاتها الدخرة تروح دبرة للدم دم من حاسي تروح الليستو من تروح الليستو يقول لك غادوا أولي نعانو مع عدل الولاد وعاونوهم في سبيل الله يدرون لهم أنها سنتر سبيسيال أداء أمراض السرطان هم الناس هم يشقوهم كليع طهرون ديفو في الكيس يعاودي يعاودي يولي يقول له هدي مكاش بلاسك أنا عندي ولدي ما يطلعها رحمه اسمه أبراهيمي محمد رسقي عندها ربع سنين أمراض السرطان أنا عانيت معاه ونطلب ربي إن شاء الله هذا أخوتي اللي رأي عندهم أولادهم ما يعانيه كما عانيته توفير مركز لعلاج مرضى سرطان الأطفال أضحى ضرورة ومطلبا لسكان ولاية سعيدة يغنيهم تجنب المعاناة توفير مستشفيات الأطفال لأن وجود مستشفى واحد لعلاج سرطان الأطفال في ولاية وهران يستقطب من ولاية أدرى إلى غلزان من هذا الشيء قليل جدا أتمنى إن شاء الله أن يكون فيه توفير لدولة لربما دير آرية أخرى لمتابعة أو رعاية الأطفال للمرضى في آخر إحصائية تم تسجيل 46 حالة مريض سرطان بين الأطفال ولا سبيل لوقف عداد المصابين بهذا المرض الخبيثة إلا بتوفير مركز علاج يعمل على التكفل بالحالات المسجلة ترجمة نانسي قنقر